بمناسبة الشهر المريمة واحتفالا بشهر القديس يحنى بولو ستينة بتنظم رعية الصليب وكابلة القديس يحنى بولو ستينة ببزمار ريسيتال دينة مميز بيحيي الفنان والمرنم نادر خوري والمرنمة الإعلامية داليا فريفر برفق عزفا الأستاذ فادي أبي هاشم بصر ناستضيف معنا اليوم الأب ميلاد لسأيم المرسل اللبناني رئيس دير الكريم ميروبة حضرتك مرشد عام لجماعات الرحمة الإلهية بلبنان وكاهن رعية الصليب وكابلة القديس البابا يحنى بولو ستينة ببزمار أهلا وسهلا فيك أبونا شكرا مرسي لأليك ومنستقبل معه المرنم الإعلامية داليا فريفر كمان أهلا وسهلا فيك داليا مرحبا أليين وصباح الخير لكل مشاهدين ورسات وشهر مريم مبارك للجميع يا رب مرسي أبونا بدنا نحكي أكتر عن الرسيتال اللي رح يصير بـ 19 أيار نعم هذا المناسبة بعد فترة انقطاع طويلة من النشاطات كلنا بنعرف بسبب الكورونا بسبب الثورة عم نرجع نعيده نشاطنا روحي بهالمناسبة اللي بتحوي فيها بشهر أيار مناسبات عديدة للأديسة البابا يوحان أبو الستاني عندنا 28 نيسان كان ذكر تأديسه واحد أيار ذكر تطويبه بنفس الوقت هو ذكر افتتاح الكابيلا بواحد خمسي 2011 و13 أيار ذكراتي يلو و13 أيار عيد ميلادو شنهك يحبينه بهالمناسبة اللي بتجمعه مع مريم نعطي عنوان لرسيتال كولي لكي حالو أبونا راحيكون بكابيلا لجانبولدو هو راحيكون بكنيسة الصليب زماري اللي بتحوي كابيلا جانبولدو مفتحين على بعض هالكابيلا وكأنو ربنا أراد هاشي لأنو كل صور جانبولدو حمل الصليب وحمله بألم عم بجاهد كأنو طيوصة لهدف الأداسي بحياتو كأنو هو يختار يكون كابيلا طبي هالمكان هيدا بالتحديد جانب كنيسة الصليب حالو راح نحكي أكتر أبونا عن شوي حياة الجانبولدو وعن هيدا الكابيلا اللي تأسسيت وقلت لنا وقت افتتاح الكابيلا كان عم يتطوب نعم بنفس الوقت هالقديس كلنا بنعرف قديش قريب منا كلنا سوا من كل الفئات حتى من كل الأديان قريب لأنو كان عندو البساطة الكافية يقدر يدخل قلوب كتار من خلال تواضعه اللي عيشه بخلال فترة الحبرية طبعه وياللي جاب فيها كل تقريبا بلدان العالم الفقيرة والغنية حتى ليساوي كل الشعوب برئاسه أو السلطة الكنسية يقدر يساعد كل الشعوب من خلال موقعه كرئيس كنسي نعم نشوف هلا الكابيلا طبع جان بول دولي ببسموار نعم هوا مشاهد مثلا هالصورة بيوم التقديس طبعه كنا عاملين احتفال كبير ضم حوالى الالف وخمسمائة شخص الف وستمائة شخص بذلك الوقت فيها مشاهد كمان من بداية تطوير الكابيلا وقت كان طباوي لوقت صار الديس هالكابيلا بتحوي كمان زخائر طباوي زخائر موجودين دايما بالكابيلا دايما موجودين بالكابيلا نقطة من ضمه من مجمع دعيوه الديسين برمه بمناسبة افتتاح الكابيلا وفيها كمان طوب من اثواب البدلة الديس اللي كمان لبسها هو موجودة دايما بالكابيلا الى جانب الديسين كتار من لبنان زخائر موجودة بقلب هالكابيلا هايدي هالكابيلا صغيرة بالحجم ولكن كبيرة بالنعم كتار اشخاص بيترددوا لشافعته لطلب انجاب ولاد وربنا بيعطيهم بشافعته كتار ولاد مرضى كمان عم بقدم لهم الشفاة كتار اشخاص عم بيطلبوا شافعته لحالات تانية كمان مثل مرض باركنسون او كانسر ربنا كمان عم يعطيهم هالشفاعة فالديس مميز بعطاءاته بحبه بانحنقه لشعبه خاصة لبنان كان يعتبروا بلده التاني نعم معنا كمان داليا فريفر اهلا وسهلا فيك داليا شكرا هاتبتك رح تكوني عم بترتلي خلال الريسيتال خبرينا كيف بلشت ترتلي داليا وكيف تحضيراتك الريسيتال مسيرتي الترنيمية اكيد بلشت بعمر صغير يعني من التزامة بجوءة مرليس الحاي ميروبة وجوءة مدرستي كنت صليست اكيد بالجوءتين وبعدين هالوزنة كبرت ونميت وطورت اكيد كمان درست غنى شرقي حديث بالكونسرفاتور وبلشت من رعيتي لانطلق لكل رعاية لبنان وهي بالنسبة للي رسالة كتير حلوة انا بنبسط فيها وبخلي الناس تنبسط معي اكيد احييت كتير رستالات بكتير مناسبات بلبنان قدمت مجموعة كبيرة من الترنيم وكمان تصورت كليبات نشكر الله انه هالوزنة عم تكبر وتكبر وهيدا شي بيعطيني فرح انه رسالتي عم توصل اكتر واكتر ونشكر الله يعني عم يجي الريستال اليوم ليكون عم ينضم لمجموعة كبيرة من الريستالات اللي قدمتها واللي بيفرحني اكيد انه بي الشهر المريمي اول شي وبعدين بي مناسبة اعيات جان بولدو بي ايار ياللي هالقديس العظيمة اللي منحبه باللبنان وكنا صغار انا شخصيا كنت صغيرة لما زار لبنان كنا بالمدرسة بعدها هيك الصور محفورة بمخيلتنا كلنا ولما تطوب وتقدس كانت الفرحة كتير كبيرة لانه عشنا معه وشفناه دونك هو من الدستين القليل يلي شفناهن نحن بحياتنا فشفاعته اكيد تكون مزهود فشفاعته اكيد تكون معنا مع العالم كله خاصة مع البنان يلي هو حبه كتير وقال انه هالبلد هو اكتر من وطن هو رسالة فيا ريت كلنا منتذكر هالجملة ومسؤولين وشعب لحتى فعلا نوعه انه لبنان منه ارض بس هيك مجرد ارض هو عم جد رسالة بتعدد الطوايف اللي موجودين فيه بتعدد المذاهب بكل الانتماءات ياريت منفهم قيمة هالأرض اللي نحن موجودين عليها ومنعيش رسالة يلي حكي عنا جان بولدو وبتصورها رسالة ما بس هي للبنان هي لكل العالم فرسيتال مثل مع الابونا وزكارتي ب19 ايار مع الفنان الكبير نادر خوري يلي بحبه كتير وكان لقالي كمان فرحة شاركته بكونسير بنويل بجوني كمان والمايسترو فادي ابي هاشم يلي كمان ترفقنا سوا بعدد ايفنت نشكر الله ان شاء الله اكيد الريبرتوار رح بضم تراتيل مريمية تراتيل جان بولدو رح يكون فيه ترتيل جديدة ونطلق بهذه الرسالة لجان بولدو واكيد منتمنى من كل المشاهدين يكونوا موجودين معنا لحتى نصلي سوا ونرتيل واكيد كمان شكر من قلبي للإعلامة عبد الحلوية اللي رح بيقدم الاحتفال هون معلومات اكيد ابونا كمان رح يضوي عليهم لكينا داليا رح يكون عنا فرصة ان نكون عم نسمعش ترتيلة مميزة فلي ما عنا نسمعش فيه اكيدة تفضل بل كم نقول اياتها البطول مريم تفضل اياتها البطول مريم اني اسلم ذاتي الى رأفتك مستود عن نفسي وجسدي وأفكاري وأعمالي وحياتي وصوتي فاعينيني يا سيدتي يا سيدتي واستمدي لي الحب الحقيقي الكامل الذي به احب من كل قلبي ابنك الحبيب اسوع المسيح سيدي وبعد حبي له أحبك أنت يا سلطانتي فوق الأشياء كلها حلو كتير داليا الشيعة جد بيكبر القلب بنشكر الله على نعمة هالسطل اللي عندك إياها شكرا أبونا لكن عن الريسيتال في عندك شي بتحب تضيفه هالريسيتال الأكيد منرجع منقول أنه دعوة لكل أشخاص بيحبوا ينعشوا إيمانهم وبيقول القول من رتل صلى مرتين فدعوة لكل إنسان يجي تنلتجي لربنا لإديسينهم لأنه ما قلنا غيرهم هني يساعدون بها المراحل الصعبة والعصيبة اللي عندنا مرؤ فيها نقدر نعيش هالخبرة الروحية مع بعض والرتل مع بعض أمين يا رب داليا بعبك تسمعينا الشيء هيك بمعنى دقيقة بعض فينا أكيد بس قبل بدي أشكريك أليين بدي أشكر برميلاتس أيام صدقتنا كمرشد لإلي كمان ويرفقنا بكل المسيرة الإعلامية والفنية والترنمية بدي أقول له الله يقويك وهو حببنا أكتر به جان بولدو من عشقه لجان بولدو للإديسة فوستينا نقل هذه الخبرة لكل الناس اللي بتتعرف عليه وخلينا أكتر نتعرف على هالإديسين والذخائر اللي بتبرم وبالطوف لبنان معه هي بركة كتير كبيرة منحملها لكل بيت وصلاتنا أنه العذرة ترشنا عم واجم بولدو على كل بيت وكل عيلة بلبنان أنا بدي أشكر كمان داليا لكن قبل ما ننتقل للترتيلي أبونا بدي أشكر حضورك معنا داليا كمان مرسي كتير لحضورك لكن من بعد الترتيلي رح ننتقل لفقرة إيفنت معها لتفضلت داليا رح نقول لا المسيح قام لأننا بعدنا بزمن قيمة أكيد لو كان صاليبك أنهى قصة حبك لما كنت الآن حيا أهتف المسيح قام لو كان صاليبك أنهى قصة حبك لما كنت الآن حيا أهتف المسيح قام المسيح قام في الحقيقة قام المسيح قام في الحقيقة قام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر